تتابع الطالبة عبير ابنة الشهيد العقيد عبداللطيف غانم مسيرة علمها بإصرار كبير لتكمل ما قدمه والدها فداء للوطن أنا الطالبة عبير غانم ابنة الشهيد العقيد عبداللطيف يونس غانم من محافظة الترطوس أنا طالبة صف ساني سانوي من لما استشهد والدي عام 2011 استمرت بمسيرة التفوق والنجاح وإن شاء الله بالبكالوري سيجيب علامات عالية مثل ما جبت بالتاسع وبائس بالصفوف في وقت بالتاسع وجبت علامات عالية كانت جبت بالتاسع 296 وإن شاء الله بالبكالوري بعوض ويجيب أعلى من هيكي مشان أرفع راس بابا وأرفع راس بلدي بالعالي إن شاء الله بحب أقرأ كتب حتى مثلا كدبي تبقى السنة الماضية بحب أنه مثلا بأوقات مالة اللي أني راجعون بحب أنه المعلومة عن باخدة السنة أنه متروح من بالي خصوصي مثلا بالعلوم لأني بحب مجال الطب أو بالكيميا بسبب اهتمامي بالشعر وأكيد بعد ما فقدنا بابا كانت الشوق اللي كان للبابا أنه حاولت أنه بأوقات فراغي يتذكروا بعض الكلمات اكتبت هاي القصيدة يطلوا علي الأقهوان وبيغنجهي ويقرؤوني الأشعار والقبولات ويسألني من أنت يا قبلة الضحى ويا نسمة الأسحار والصبوحات فأنشد في وجه الأنام قصيدتي وأرفع رأسي والشموخ بذاتي أنا ابنة زاك النور أنا ابنة زاك النور يسمو بمجده ويمسح عار الكفر والظلمات فلولا أبي ما كان في الكون فرحة ولخضر عود يانع الصبوات بلادي بلادي سلام يا بلادي ودمعة وجرح وعشق صادق القسمات لم يأتي تفوق عبير إلا من حرصها على التميز بتحصيلها العلمي وبمتابعة والدتها خطوة بخطوة تركوا أمانة غالية جدا على قلوبنا هي الوطن وهي الأبناء الوطن هم ضحوا بدمائهم الطاهرة لأجله ليبقى حرا عزيزا منتصرا ونحن دورنا أن نكمل هذه المسيرة بتربية أبنائنا على حب الوطن وعلى قيم الشهادة والتطحية والمعرفة وعلى تربية أبنائنا أيضا على حب العلم والاجتهاد والمسابرة حتى نبني وطننا بالعلم والمعرفة حتى ليبقى كما كان منارة الحضارة والنور والمعرفة والإنسانية النجاح والتفوق والتميز هو شعار الطالبة عبير وفاء لدماء والدها الشهيد التي قدمها قربانا للوطن ليبقى عزيزا كريما محمد حسن الأخبارية السورية طرطوس